اهلا بحضراتكم من جديد بطولة كبرى بطولة من البطولات الكبيرة عندنا ادهم حاتم و احمد صلاح استطاعوا ان هم يفوزوا ببرونزية الزوجي طبعا ده انجاز كبير ونحييهم اللي هم الف مليون مبروك وريشة طائرة من الاتحادات اللي عاملة شغل كويس اوي 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 البطولة اتلعبت في الفترة من 13-16 اكتوبر وخسروا طبعا ادهم وصلاح خسروا فيه قبل النهائي قدام زوجي منتخب فرنسا وطبعا ده يعني منتخب فرنسا من الدول العظمى في هذه اللعبة البطولة شهدت مشاركة لعيبة تقيل على مستوى العالم لانها مدرجة على جنة اتحاد الدولي وكمان بقت على خريطة التأهيل لأولمبيات باريس 20-24 عشان نوريكوا قدي البطولة دي مهمة فمصر تاخد في الزوجي في ريشة طائرة واحنا يعني حديث العهد بالمشاركات الدولية والأولمبية والأفريقية في هذه اللعبة الحقيقة اتصور ان احنا ماشيين كويس ريشة طائرة لما ناخد برونز باثنين لعيبة شباب شايفوا انجاز كبير لابد ان نربط على ايد اللعيبة دي ادهم حاتم واحمد صلاح ونقول لهم الف منهم مبروك وندعمهم بكل اشكال الدعم واكيد الوزارة مش هتتخلى عنهم وعن زميلهم ممكن يكون فيه مجموعة اخرى لم توفق في الفوز بماديليا ولكن هم مرومسنج يعني او وعدين ان هم يبقوا لعيبة يعني على مستوى عالي اتصور ان الوزارة خاصة خلينا اعترف ان اتحاد زي ريشة طائرة هيعاني من نظرة الموارد يعني مفيش موارد مالية كبيرة زي اتحادات كبيرة تانية ولكن اكيد الوزارة هتدعم هذا الجيل وهذا الاتحاد وهذا النشاط بشكل جيد جدا لانه انتوا عارفين الفرق اللي بتلعبها او الانديها بتلعبها قليلة وبالتالي محتاج دعم من الوزارة بشكل جديد